هذه قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 12 أستثمر وأقوم تعلماتي أولا أقرأ الجملة الآتية حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004 يعني 2004 بلغ عدد سكان المغرب 29.891.708 السؤال أكتب هذه الجملة بكتابة الأعداد بالأرقام قد نرجع للأعداد المكتوبة بالحرف ونكتبها بالأرقام مثلا 2004 بلغ عدد سكان المغرب 29.29 مليون فصل الملايين 29 و891.891.708. إذن 29.891.708 ثانيا أنقلوا الجدوى التالي وأكتبوا عدد سكان المغرب إذن قلنا عدد سكان المغرب سنة 2004 حسب هذا الإحصاء هذا هي سنة 2004 فعدد سكان بلغ 29.29 مليون كنا نمشيه الفصل لملايين ها هو نكتبه 29 مليون وماذا و891.891.708 و708 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 هذه المناسبة إذن قلنا نرسمه واحد الجدول نرسمه واحد الجدول الوحدات والآلاف الملايين والملايير فقلنا جدول العد كي تكون من الوحدات الوحدات البسيطة الوحدات البسيطة الالاف الملايين والملايير الملايين والملايير ثم كما قلنا فقدين رسموا جدول وقدين قسمه قسموا كل خانة الوحدات العشرة المئات الوحدات العشرة المئات بل الوحدات قسمها على ثلاثة الآلاف على ثلاثة الملايين على ثلاثة فرقّن كل خانة في اوحدة عشرات ومئات وحدات عشرات مئات سنكتب كل عدد من الحروف في الجود 300 مليون 300 مليون 300 مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف ومية وخمسة وسبعين ألف 300 مليون ومية وخمسة وسبعين ألف وخمسة عشر 683 ألفا 683 ألفا 683 ألفا وواحد رقم الوحدة مليار ومليون وألف مليار ومليون وألف هنا نضيف الأصفال مليار ومليون وألف عشرة ألاف وستة عشرة ألاف وستة عشرة ألاف وستة عشرة ألاف وستة إذن كتبنا كل عدد فنقرأ هذا العدد ثلاثمائة مليون ومئة وخمسة وسبعون ألف وخمسة عشر ستمائة وثلاثة وثمانون ألف وواحد مليار ومليون وألف ثم عشرة ألاف وستة عشرة ألاف وستة نمر إلى الجدول العدد الذي يليه وينتهي بستة أصفار هذا العدد الذي يليه وينتهي بستة أصفار فعندنا هذا هو العدد العدد الذي يليه يعني الذي بعد منه مباشرة هنا مليون 452 687 سنضيفه 1 688 مليون 452 688 العدد الذي يليه وينتهي بستة أصفر الذي سليبست الدين الأصفر يجز المليون ثم الذي يسبقه سنقص 1 452 687 العدد الذي يسبقه وينتهي بستة أصفر هو مليون إذن هذا هو العدد الذي يليه مباشرة سنضيفه واحد 84 مليون و 346 قبل منه مباشرة 84 مليون و 344 الذي يسبقه وينتهي بستة أصفر الذي يسبقه وينتهي بستة أصفر إذن فإلى جهنا الذي يليه الذي بعد منه وينتهي بستة أصفر فهنا يلدرنا 84 مليون 84 مليون 85 مليون إذن يعني أننا وصلوا إلى 90 مليون ف90 مليون ينتهي بسبعة هذه الأصفر فابتلي هنا استدي الأصفر ولكن هنا يخصنا سبعة هذه الأصفر فهذا العددين بجهد لأنه 20 مليون و 84 مليون إذن فالعدد الذي يليه هذا العدد هذا يخصو ينتهي بسبعة هذه الأصفر ومشي استة أصفر لكن وبما أنهم طلقوا منه كي ينتهي بستة الأصفر فالذي يسبقه وينتهي بستة الأصفر سنضره 84 مليون ونضره استة أصفر ثم الذي يليه وكي ينتهي بستة الأصفر 84 مليون سنضره 85 مليون ونضره استدير الأصفر فهنا نريد أن نضره لديه وكي ينتهي بسبعة هذه الأصفر فما سنضره 85 مليون نضره 90 مليون وهنا سنضره 80 مليون وننتهي بسبعة هذه الأصفر كما قلنا لأن الذي يليه ثم الذي يسبقه هو 90 و 17 الذي يسبقه هو 916 الذي يليه 918 26 مليون و 56 ألف 917 الذي يسبقه هو 916 الذي يليه 26 مليون 456 ألف و 918 الذي يليه وينتهي بستة أصفر فعنده 26 مليون سنضره 27 مليون الذي يسبقه وينتهي بستة أصفر 26 مليون رابعا أرتب الأعداد تزايديا باستعمال الرمز المناسب فتزايديا قلنا نزيده يعني من الأصغر إلى الأكبر فأول حاجة كنتم شوفوا عدد الأرقام دية كلها فاللي عنده أقل عدد اهو الأرقام송 هاللي صغير ولديه عندك viable 可愛 واللي أصغر innovate 919.1000 فما نكتبوه 919.000 أصغر مين إذن ستة هنا عندنا سبعة هنا سبعة هذا تمانية وهذا تسعود إذن اللي عندهم سبعة فمتسوين في الأرقام إذن باش غدين قارنهم غدين قارنوا رقم برقم بدء من اللي صار جوج ثلاثة إذن اللي عنده جوج هو اللي صغير جوج المليون وتسعمية وتمانية وسبعين ألف وربعمية وستة وخمسين سيأتي أصغر مين ثلاثة ديال المليون وستمية وتمانية وسبعين ألف وخمسمية ووحد وثسعين ثم تمانية تسعود اللي عنده ثمانية واللي صغير تمانية ديال الأرقام عشرات المليون ومية وواحد ألف وثلاثمية وثلاثة الصغر مين مية مليون صغر مين مية مليون خامسا أرتب الأعداد ترتيبا تناقصيا تناقصيا نحن غادين ونحن كان نقصه يعني من الكبير حتى الصغير فنفس الطريقة غادين نستعملوها قلنا اللي عنده أكبر عدد ديال الأرقام هو اللي كبير أقل عدد ديال الأرقام هو اللي صغير ثلاثة ستة تمانية ستة تسعود ثلاثة ستة سبعة ثلاثة ستة سبعة إذن اللي عنده ثلاثة ديال الأرقام واللي كبير اللي هو مئتاني وثمانية ملايين سبعة وخمسون ألفان وثمان ومئتين واثناني أصغر مين إذن ثلاثة ديال الأرقام تابعوا ثمانية ديال الأرقام هو هذا إحدى عشر مليون وثمانمئة وخمسة آلاف وخمسة وثمانون أصغر مين ثمانية ديال الأرقام قلنا نمشي واللي عندهم سبعة ستة سبعة ستة سبعة قلنا نقارن رقم برقم لأنهم تسوين في الأرقام بدأ من اللي صغير خمسة أربعة يعني خمسة أكبر خمسة ملايين وثمانمئة وستة وسبعون ألفان وخمسمئة وأربعة وثلاثون أصغر مين أربعة ملايين وثمانمئة وستة وسبعون ألفان ثمانمئة وستة وسبعون ألفان أصغر مين قلنا اللي عندهم يتكون من استدل الأرقام تسعمئة وسبعة وثمعون ألفان وخمس ومائة واثنان فهذا أصغرهم إذن عندنا هذه تكون تتعدي الأرقام هذا من ثمانية الأرقام سبعة الأرقام لكن هذا خمسة وهذا من دورها في الملايين ثم أصغرهم والتي تكون نستدي الأرقام سادسا باستعمال الأرقام ثمانية خمسة أربعة اثنان فقط أكتب خمسة أعداد من أربعة أرقام وأرتبها من الأصغر إلى الأكبر باستعمال هذه الأرقام سنكتب خمسة الأعداد من أربعة أرقام خمسة الأعداد ثاني ثالث الرابع الخامس سنكتبها باستعمال هذه الأرقام فقط خمسة أعداد من أربعة أرقام سنكتب 2458 ألفان وأربعمائة وخمسة وتمانون أربعة ألاف ومئتان وثمانية وخمسون أربعة ألاف ومئتان وخمسة وتمانون إذا كتبنا أربعة أدية الأعداد ثم خمسة ألاف وأربعمائتين وثمانية وخمسون إذا كتبنا خمسة بعدها إنه نوعات النوى ثمانية وعشرون إذا كتبنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة إذا بغد نرتبوهم من الأصغر إلى الأكبر فكلهم كيت تكونوا من أربعة هذه الأرقام إذا نقارن رقم برقم بدأ مين اليسار جوج ربعة ربعة خمسة إذا جوج يلي صغيرة جوج ربعة جوج ربعة متساويين خمسة تمانية إذا خمسة يلي صغيرة 2458 الصغر من اللي عندهم جوج دائما 2485 طبعاً طبعاً ما تقول اللي عندهم 4 4 جوج 5 8 إذن 5 هي اللي صغر 4258 صغر من 4285 ثم أصغر من 5428 ثم سابعاً أكمل من الجدول العدد رقم الآلاف عدد الآلاف رقم الآلاف سنمشي لواحدة الآلاف النفصل الواحدة البسيطة فصل الآلاف ثم العدد هذا رقم الآلاف صفر كذلك وحدة الآلاف وحدة الآلاف صفر أيضاً عدد الآلاف كنأخذوه من حد الآلاف وكنسمحوه في الواحدات البسيطة ثلاثة عشر سفر سفر سبعة ونضيفوه ثلاثة دين الأصفر فكنسمحوه في الواحدة البسيطة كذلك هنا هنسمحوه في الواحدة البسيطة ونكتبوه حد الآلاف سفر 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 ثم رقم الملايين يعني رقم وحدة الملايين نضيفوه وحدة البسيطة لألاف الملايين سبعة هو رقم وحدة الملايين سفر ثم سفر عدد الملايين كنكتبوه وحدة الملايين وكنسمحوه هاد المرة في الآلاف وفي الواحدة البسيطة ثلاثة عشر سفر سفر سبعة ثم نسمحوه في الآلاف هو الواحدة البسيطة ألف ألف وستونة هو عدد الملايين رقم الملايين ما اللي كان نقوله رقم الملايين يعني رقم وحدة الملايين فهنا عندنا الملايين وهنا الملايين إذا ثلاثة هو رقم الملايين ثلاثة وهنا واحد وهنا واحد عدد الملايين كناخدوه فقط الملايين وكنسمحوه في الملايين والآلاف وكذلك الواحدة البسيطة واحد واحد التمرين الثامن وحددو العدد المناسب داخل الخانة اللي تتحقق المتساوية فالعدد هو 765 ألف و 432 هي 700 ألف زائد ماذا قلنا 765 ألف ستة عشرات الألف يعني ستة في عشرة ألف اللي هي ستون ألف ممكننا ناخدو ستة ونضيفو الأصفر اللي مرها واحد جوج 3 أربعة ستون ألف زائد خمسة ألف زائد أربعمائة زائد ثلاث زائد اثنان إذا قد نختاره ستون ألف كما قلنا ستة هو رقم عشرات الألف يعني ستة في عشرة ألف تاسعا أحدد ما يوافق العدد المكتوب بالحروف قد نقرأ هذا العدد ونحدد العدد بالأرقام الذي يوافقه الكتاب والحروف ثلاثة ملايين نكتب العدد ثلاثة ملايين ثلاثة فصل الملايين وخمسة عشر ألفا وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسمائة خمسمائة وأربعة ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وهذا وهذا العدد وبهذا ننهي تمرين صفحة 12 نلتقي في الصفحة 13 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة الظروف أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي يظاهر إما أسفل الفيديو أو بالرجع إلى البلايليست إلى اللقاء